السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اخواني اخواتي مجددا في هذا الشرح اليوم ان شاء الله سأشرح لكم موقع فليكس اوفرز هي شركة افليات كبيرة تحتوي على تقريبا اثنى عشر الف معلن او اكثر من ذلك بالنسبة لطريقة العمل مع الشركة فهي سهلة جدا يعني المنتجات او العروض التي توفر الشركة هي عروض مختلفة بحيث ستجد هناك عروض سي بي اس و سي بي اي وكذلك سي بي سي وكذلك سي بي ال وهناك عروض مختلفة ستجدها على هذه الشركة يمكنك ان تقوم بانشاء حساب ناشر او حساب معلن كما تعطيك الشركة كذلك امكانية العمل كافيليات اي انك تقوم بجلب الاشخاص الى موقع فليكس اوفرز لانشاء حساب والبدء في الترويج للمنتجات الخاصة التي يضع المعليلين على فليكس اوفرز واذا بدأوا بالارباح من طبعات الحال فانت تحصل على نسبة عمولة خمسة وعشرين بالمئة بالنسبة لطريقة التجيل قد سبق وشرحتها في فيديو ساتركه لكم في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو لتراجعوا طريقة التجيل اه طريقة التجيل يعني تتطلب يعني تتطلب بعض الامور اولا يجب ان تمتلك اه مصدر يكون عليه يعني اه مثلا صفحة فيسبوك يكون عليها اه مهجبون وكذلك يكون عليها تفاعل او اه حساب تويتر او انستغرام وكذلك يمكنك اضافة رابط الموقع الخاص بك والبدء في نشر العروض او المنتجات على الموقع الخاص بك اه اذا على بركاتي لا سنقوم بالدخول الى الحساب لاطلعكم على الارباح التي تحصلت عليها من خلال الفترة التي اشتغلت فيها على موقع فليكس اوفرز بالنسبة للتجيل فكما ترون هنا انا اقوم بالتجيل عن طريق الباريد التجاري وليس حساب جيميل او ياهو الموقع يعني اه لا يقبل الاشخاص تقريبا المبتدئين فاغلب الاشخاص الذين قموا بالتجيل بحساب جيميل يعني ضلت يعني اه تم رفض الحساب الخاصة بهم لذلك انصحك بانشاء حساب بريد الكتروني تجاري عن طريق شراء ضومين خاص بكم طبعا الحال تقوم بانشاء هذه الامور ساتركها لك كذلك في صندوق الوصف لتستفيد من كل هذه الامور اه سنقوم بالنقر هنا على من طبعا الحال للدخول الى وجهة الخاص بنا عندما نقوم بالدخول الى اول شيء نجده هنا كما تلاحظون المينيو الخاص بالموقع الذي كصفحة له هنا اذا اردت البحث عن المعلنين وهكذلك هنا الذي كان او التقارير التي توجد فيها يعني مساطر الزيارات والنقارات وكل هذه الامور هنا يمكنك ان تقوم باضافة مصدر الخاص بك هنا لديك والديك الخاص بك لاضافة وسائل السعب الخاص بك او البنك الخاص بك اه هنا لديك اه فليكس اه ريف اه ريف تشير وهنا يعني الاخبار التي تكون يعني جديدة في الموقع وهنا لديك قسم الدعم اذا اردت تواصل مع الدعم وهنا يعني بعض الامور المستقبلية التي ستكون مثلا على موقع كذلك هنا سيظهر لك الخاص بك وكذلك الخاص بك يعني الارباح التي تحصلت عليها كما تلاحظا حاليا لديها اه تلاتين دولار هي اه يعني يعني تم قبولها لديها كذلك اربعين دولار هي حاليا في المراجعة والمجموع هو سبعين دولار اذا اول شي عندما تنزل الى الاسفل هنا ستجد يعني اه قسم التقارير هنا لديك المجموع لديك يعني الامور التي تم قبولها اه او الاربح التي تم قبولها الاربح التي لازالت في المراجعة يعني عدد المبيعات التي تحصلت عليها او التحويلات لديك كذلك النقارات التي تأتيك يعني الى رابط العرض الخاص بك ولديك الكون والديك الامبريسون وكذلك اه بنسبالي هنا يمكنك تحديد الوقت اذا اردت مثلا اتظهر معك الاربح الخلال ساعة او ست ساعات او اتناشر ساعة او يوم مثلا اذا قمنا بوضع مثلا هنا كاستم اه ستظهر معنا الاربح التي تحصلنا عليها ثم نقوم هنا بالنقر على الارباح التي تحصلنا عليها ولازلت في المراجعة هي التي ستظهر معنا هنا امن الاربح التي تم قبولها فستظهر معك في البالانس هنا في الاعلى كما تلاحظون تم الدخول الى البالانس الخاص بنا اذا نزلنا الى الاسفل ستجدون هنا نيو بالنسبة للعروض الجديدة التي يطرحها الموقع لديك هنا افضل العروض ولديك العروض التي تم قبولك فيها ولديك التي لازلت في المراجعة والتي تم رفضك فيها مثلا هنا اذا اردت الدخول مثلا الى العرض معين يمكنك ان تنقر هنا كما تلاحظون وتقوم يعني بمراجعة هذه السياسة والامور تقوم بالتعليم على الخيارات الموافقة ثم تقول له وتنتظر الى حين يتم قبولك في البرنامج وستأتي كما طبعا على الرسائل على الايميل الخاص بك تخبرك هل تم قبولك ام لا على سبيل المثال هنا لديك هذا العرض مثلا هنا كما تلاحظون بالازرق اي يمكنك الحصول على العرض الخاص به مثلا هنا ستجد كل الروابط التي تم تفعيلها او العروض التي تم تفعيلها وكما تلاحظون هنا بالنسبة للعروض فانت توجه العرض الى الدولة التي يطلب منك المعلن مثلا هذا العرض الخاص بشركة اثر هنا مثلا اذا كما تلاحظون هذا في المانيا وهذا مثلا هنا في البريطانيا اي انك يجب عليك ان تحصل على الترافيق والتحويلات من بريطانيا مسلا اذا عرضت الحصول على الرابط تقوم بالنقر هنا على جيت لينك اه بعد ان تقوم بالنقر على جيت لينك ستظهر معك بعض التفاصيل سنرى ننتظر فقط الاتصال البطيء نوعا ما اذا هنا اذا نزلنا الى الاسفل كما سلاحظون هنا لدينا فاي لينك يمكنك ان تقوم بتحديد مثلا تريد تاكست او بانر سننقر مثلا هنا نفس الخطوة ننقر هنا ثم ستجد لديك هنا كود يعني لاضافته في الموقع ولديك هنا يعني رابط كما تلاحظون هذا هو الرابط الذي ستقوم بالترويج له او هنا كما تلاحظون يعني رابط قاسر ستنسخ هذا الرابط وتبدأ يعني بالترويج له اه اذا هذا للحصول على العروض سنأتي مثلا هنا الى الادفيرتايزر مثلا هنا ستجد يعني كل الكاتيجوري الخاصة التي يضع الموقع مثلا لديك اه الاوتوموتيف هنا لديك عدة شبكات افليات يمكنك الانضمام اليها وهنا كدلك بالنسبة للبزنس وهنا مثلا الكاريير وهنا مثلا في الكونسومر اليكترونيك وهنا مثلا ابنك كما تلاحظون اذا نقرنا مثلا على على سبيل المثال سننقر اي خطوة مثلا هنا ننقر مثلا هنا سيضع معنا يعني بعض الامور التي من خلالها سنبحث عن العروض التي نريد الترويج لها كما تلاحظون هنا سننزل فقط الى الاسفل التي هي بالاخضر هنا لم يعني اه 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 قم بالانضمام اليها التي بالازرق قد تم قبولك بالفعل فيها اه سنأتي مثلا الى هنا تحديد مثلا اه هنا العروض فقط يعني التي تم قبولنا فيها ثم نأتي مثلا الى هنا كما تلاحظون الذي كمثال الاطموتيف بيزنس يعني الكاتيغوري او الاصناف التي توجد مثلا على الموقع مثلا للمونتجات اذا اردت مثلا تحديدها كلها قم بتحديدها كلها ثم تبدأ يعني بالبحث عن العروض التي تريدها مثلا انت بحث عن عروض سي بي اي ام سي بي اس في القسم الذي تختار او الكاتيغوري التي تختار مثلا هل انت شخص سيقوم بالترويج مثلا لعروض السياحة والصفار ام انك شخص سيقوم بالترويج مثلا للمونتجات الصوفتوير مثلا الاشياء التي تخص الحاسوب وكذلك الخدمات على يعني الانترنت او ما تريد اذا مثلا هنا نحن نقوم بتحديد هذه الامور ثم تختار مثلا دول كما تلاحظون هنا لديك الدولة مثلا العروض لحل تريد مثلا العروض من اي دولة يبحث عن الدول هنا لديك قائمة خاصة بالدول كما ترون هنا قوم بتحديد مثلا هنا نقوم بتحديد امريكا هنا بالنسبة لطرق التفعب اذا كما ثم هنا لديك يعني الجميع نقوم بالنقل هنا على سيرش. ثم سيظهر لك العروض الخاصة بالسي بي اي والسي بي اي والسي بي اي والسي بي سي. كما تلاحظوا المثل هنا هذا العرض دي باي اوت ايز فور دولار بير ايميل ليت. يعني هنا اذا قم الشخص يعني تشيرك في العرض ويدخل الايميل الخاص به ستحصل على اربعة دولار. وكما تلاحظون هنا اثنين وخمسون دولار بير كما تلاحظون اثنين وخمسين دولار في عملية الليد ستكون عبارة عن عملية جيل او عملية اه هناك الكثير من الامور او اكمل سيطلاع معين او اضافة مثلا لرقم الكريديس كارل الخاص بك. لاحظوا مع هذا العرض هنا. كما تلاحظون يعطيك 0.26 يعني في النقرة. سعر النقرة يعني 0.26 للنقرة كما تلاحظون هنا كليك. يمكن ان تحصل على الرابط الخاص به هو تبدأ بالترويج. اما بالنسبة للعلامة التجارية فهناك علامة تجارية كبيرة جدا بهذا الموقع يمكن ان تقوم بالترويج لها وكسب منها ارباح جيدة. من طبع الحال في الدول المطلوبة. اذا هنا بالنسبة للعرض. نأتي الى امر اخر وهو مثلا التقارير هنا لديك قسم الريبورت. بالنسبة للقسم الريبورت. ستظهر معك هنا كل تفاصيل كل معالك فقط هو تعديد الوقت التي تريد ان يظهر لك الارباح الخاصة بها ومن طبع الحال مثلا هنا يستير داي. مثلا البارحة سنقوم مثلا بتحديد. نقل مثلا بعمل كسم الكل ثم نقوم بالنقل هنا ريفرش داتا كما تلاحظ هنا يقول لك ان الاربح التي يعني لازلت بين دين هي اربعين دولار اما فهي تظهر يعني في البالانس فوق يعني لا تصبح هنا يعني عندما تصبح فهي تظهر لك في القسم الاعلى ثم نأتي الى هنا يظهر لك المؤشرات الخاصة بالتريند وكذلك بالنسبة للامبريسيون وكذلك المعاملات ثم مثلا الى هنا الى قسم مثلا الترونزاكسون مثلا هنا بالنسبة لقسم الترونزاكسون هنا يظهر لك ما هو مصدر التحويلات يعني ما هو العرض الذي وضعت والذي يأتيك منه تحويلات اذا مثلا هنا سنقوم بتحديد الوقت مثلا آآ آآ لاشمعنت شعر الفائش مثلا ثم ما ننتظر الى حين يقوم بالعمل جينيرات للضغطة للخصة به اآآ اذا هذا لم يكن به نطبع طيب لا هالشه سنرى مثلا O sembual فقط last week O겁 السابق. يعني خلال شهر لما يعني نقوم بعملات الارباح يعني قمنا بعمليات قريبا في اسبوع هذا الاسبوع. كما تلاحظون هنا. لاحظ ما هنا. اسم العرض وكذلك الارباح التي تأتي منه. مثلا هنا يأتيك الارباح مختلفة يعني على حسب الدولة التي دخل منها الشخص. مثلا هذا العرض. مثلا يمكنك ترويجه في فرنسا الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا وكل دولة تأتيك منها نسبة ارباح مختلفة على حسب آآ تم الذي وضع المعلن. مثلا هو يدفع مثلا في امريكا واحد فاصلة خمسة وجمانون دولار. في دولة اخرى مثلا يدفع واحد فاصلة تمانية وخمسون. وكذلك هنا كما تلاحظون مثلا في هذه الدولة هنا يدفع لك تسعة دولار فاصلة سبعة وسبعون. وهنا كما تلاحظون يعني انه يدفع لك مقابل نقرة تصور ما هي نقرة لسجيل او ايداع مال او آآ يعني تسجيل او فقط يعني نقرة تأتيك الى العرض الخاص بك ثم تحتسب لك يعني بالاربح وكما تلاحظون هذه الاربح هنا تحصلنا عليها فقط يعني التي هي هنا في البالانس فقط يعني من عرض واحد. آآ لديك كذلك هنا بالنسبة للديتيل ريبورت لديك يعني امر اخرى يمكنك الاطلاع عليها انا فقط اشرح لك المهم الذي سيعني يواجهك. لديك هنا بالنسبة للنك هنا يمكنك ان تقوم باضافة الخاص بك اي المصدر الذي ستأتي به منه بالزيارة. لاحظوا معي هنا يظهر لك هنا لينك. عفوا ليس هنا. هنا بل هنا تأتي الى الاكاونت هنا الى الاكاونت. نعم نقوم بالنقر هنا في الاكاونت. ثم هنا كما تلاحظون اول شيء يظهر لك الحساب الخاص بك. لديك هنا البايمنت. كما تلاحظون هو يدفع عن طريقة تيبالتي. لديك هنا قسم البايمنت. بالنسبة للقسم البايمنت لديك الهيستوريك يعني اي المعاملات السابقة والتي قمت بعملها على الموقع كلها تظهر هنا. لديك هنا الترانزاكشن يعني طالبات او الدفاعات التي تم طالبها. ولديك هنا اوتس تيندينك ارنيك يعني اربحوا هذه الامور. اختار ما تريد مثلا هنا. لديك هنا ترافيك سورس. بالنسبة لي هنا ترافيك سورس. لديك اضافة يعني مصدر الزيارات. ولديك هنا الترافيك التي لديك حاليا يعني مصادر الزيارات. بالنسبة للمصادر ساطلعكم على المصادرات مثلا انا هنا. كما تلاحظون. انا هنا اقوم باضافة رابط صفحة الفيسبوك الخاصة به. كذلك اقوم باضافة رابط صفحة تويتر الخاصة بالنسبة للمدونة الخاصة وكذلك بالنسبة للقناة الخاصة بك. كما تلاحظون هناك الكل تم قبولها. كيف استقوم يعني باضافة موقع خاص بك. كما تلاحظون هذا السكريبت هنا يظهر لك اذا كنت تستقوم باضافة مدونة اه كمصدر اما اذا كنت تستقوم باضافة سوشيال ميديا او اليوتيوب او هذه الامور لا يتطلب الامر وضع هذا الكود اسفل الموجود يعني في المدونة الخاصة بك يعني اسفل الكود اي يعني في قسم كيف تستقوم باضافة سورس تزعتي من طبيعة الحال الى سورس هكذا ثم تقوم بالنقر على ادل ترافيك سورس ثم تأتي الى هنا ثم تخشار مثلا هل ترافيك سورس الخاص بك هو عبارة عن ويب سايت ام مثلا اد يعني اعلانات او مثلا كما تلاحظون هنا سوشيال نيشورك مثلا فيسبوك او يوتيوب او انستغرام او تويتر مثلا اذا كان مدونة الكترونية تخشار مثلا مدونة الكترونية ثم تقوم بالنقر على كونتينيو ثم تقوم باضافة رابط المدونة الالفترونية الخاصة بك ثم تقوم بملء هذه المعلومات يسألونك فقط يعني ما هو مصدر الترافيك الخاص بك كيف تستقوم بالحصول على الزيارات وما هي الوسائل ستقوم بالترويج عن طريقها مثلا هال كوبو الموقع الخاص بك يعني يورسايت هال الموقع الخاص بك خاص بالكوبونات او يضع مثلا نوافذ من باتيقة يعني ترى ما هو المناسب مثلا انا هنا اقوم باضافة لا يستعمل موقع اي شيء من هذه الامور هنا ثم اقوم بالتعليم على هذا الخيار هنا ثم اقوم بالنقر على كونتينيو لاحصل على الكود لاضافته اسفل الهيد من طبيعة الحال وانتظر الى حين يتم مراجعة لموقع ويتم قبوله ليصبح في الحساب الخاص بي اما بالنسبة للارباح سنرى هنا كما تلاحظون اخوان بالنسبة للارباح سنرى هنا غاي بالنسبة للارباح فهي عندما يعني تطلب السعر الخاص بك في اول شهر ويأتيك في اخر شهر مثلا اذا طلبت الارباح الخاصة بك في واحد ماي ستصلك في واحد وتلاتين ماي او في بداية الشهر المقبل اه كما تلاحظون العرض الذي قلنا انه قام بتحويل لنا مثلا هذا المبلغ الذي هو ثلاثة وثلاثون دولار كما تلاحظون فصله تمانية وخمسون قام بتحويل لنا هذا العرض فقط اه بالنسبة لهنا البيمنت كما تلاحظون هنا اه مهم انه يرسل لك الارباح يعني خلال مدة شهرتك مراجعتها في اول شهر ويرسل لكها في اخر شهر هنا ذيك الستينج والذيك الويزر الخاص بك اذا اردت ان تقوم باضافة مثلا شخص يقوم ب اه يعني يتكلف بالحساب الخاص بك وهذه الامر اذا كان هذا كل شيء اخوان تقريبا شرحت لكم الموقع يعني بكل ما فيه وكذلك طريقة السحب وبالنسبة للبيمنت هنا هنا بالنسبة للأكاونت كما تلاحظون هنا بالنسبة للبيمنت سيتينج تقوم بالنقر هنا على وتقوم باضافة وسيلة السحب الخاصة بك التي تريد ان تسحب عليها الاموال الخاصة بك اذا هنا ستنظر كما تلاحظون هنا لديك بعض المعلومات الاخرى يمكنك عمل ايديت لاضافة المعلومات واضافة الحساب البنكي الخاص بك او اضافة البايبال الخاص بك للحصول على الدفوع الخاص بك عن طريقة تيبالتي كان هذا كل شيء اخواني كل وراء وبس اتركها لكم في صندوق الوصف لتستفيدوا من هذه الامور كذلك سأترك لكم الفيديو الذي قمت فيه بمشاركة طريقة انشاء مدونات بلوغر ووضعت لكم بقال بلوغر بشكل مجان يمكنكم الاستفادة منه وسأضع لكم كذلك اه فيديو يشرح طريقة شراء دومين اه من موقع وتركيبها على مدونات بلوغر ليصبح لك موقع احترافي وهذا الموقع من طبع الحال ستقوم بوضع فيه يعني مقالات وعروض لشركة الافيليت حتى تستطيع الحصول على متنوع من فيسبوك وتويتر وانستغرام ليتم قبولهم طبع الحال بعد ذلك في مثل هذه المواقع كفليكس ومواقع كبيرة خاصة بالافيليت كان هذا كل شيء اتمنى ان تعجبكم الحلقة واذا عجبتكم لا تبخلوا علينا بالنقر على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعمل فائدة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بجديد القناة الخاصة بنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته